وهذا سائل يسأل من نفس السؤال مثل السؤال اللي قبله يقول هل يعذر المسلم بجهله إذا وقع في بعض أنواع الشرك خاصة أنه لا يوجد من يقيم عليه الحجة هذا جوابه مثل جواب السؤال الأول تماما أن هذا الذي يقع في شيء من أنواع الشرك إذا كان في بلاد الإسلام يسمع أهل العلم يسمع القرآن يتلى في الإذاعة أو هو يقرأ القرآن بنفسه ويسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو يقرأ الأحاديث فهذا ليس بمعذور لأنه بإمكانه أن يتعلم بإمكانه أن يسأل المدارس مفتوحة الكليات مفتوحة العلماء يجلسون في المساجد حلق الذكر موجودة فهذا ليس له عذر لأن العلم موجود وبإمكانه بكل سهولة أن يسأل أهل العلم ولكنه بقي على جهله واستمر على نوع من أنواع الشرك يقلد فيه من يرى من الناس دون أن يسأل فهذا ليس له عذر لأن الله أقام عليه الحجة بوجود العلماء وبوجود الكتب وبوجود الدروس وبوسائل العلم المتوفرة فليس له عذر إنما لو كان في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام لا يجد من أهل العلم أحدا ولا يدري عن شيء فهذا يمكن أنه لم تقم عليه الحجة يكون أمره إلى الله لكن هذا نادر هذا نادر أو متعذر في هذا العصر لأن العلم الآن قد انتشر ووسائل التبليغ انتشرت الآن وسائل التبليغ عن الله ورسوله في وسائل الإعلام وبالكتب والنشرات ووجود الدعاة الذين ينتشرون في مختلف قارات العالم ما فيها الآن بلاد ما فيها مسلمون تقريبا ومراكز إسلامية فالحجة قامت الآن على العباد وهذه شكمة من الله سبحانه وتعالى بلاغ الحجة إلى أهل الأرض اليوم وانتشار الدعوة اليوم في أقطار الأرض هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى فالحاصل أن العذر الآن إن وجد فهو قليل والأكثر ليس لهم عذر والحجة قائمة من الله سبحانه وتعالى على عباده نعم